اسمحولي أعطي بعض الأرقام المتعلقة بحملة المطاعم موضوع المطاعم أصبح حديث الشارع هناك أسئلة مستحقة حول عد المطاعم التي وصلت لمن أعطيت أعداد الناس اللي سجوا على المصة كل هذا الأمور فاسمحولي أعطي بعض الحقائق مباشرة من المكتوب أمامي عدد سكان المملكة حوالي 10 ملايين و 848 ألف عدد سكان الأردن اللي تحت 18 سنة واللي ما رح يتم إعطاهم مطاعيم من الفترة القادمة حوالي 4 مليون و 5 مليون و 649 ألف عدد المصابين بفيروس كرونا لغاية الآن 397 ألف و 158 شخص وبالتالي إذا تم استثناء منهم دون 18 سنة وأيضا المصابين ستكون الفئة المستهدفة عددهم 4 مليون 801 ألف و 527 شخص عدد الأردنيين و غير الأردنيين الذين سجلوا على المنصة لأخذ المطعوم حتى هذه اللحظة 419 ألف و 405 أشخاص وبنسبة 8.73% من الفئة المستهدفة عدد المسجين على المنصة اللي أعمارهم فوق 60 سنة والتي نركز عليهم كأولوية أولى في حملة التطعيم 107 ألف 882 شخص وبنسبة 22.17% من عدد سكان المملكة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام هذا الفئة مستهدفة للسبب بسيط أنه هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة بالشدة أو الوفاء لا سمح الله فيما إذا تم إصابتهم بالفيروس مراكز التطعيم عندنا الآن إحنا حوالي 80 مركز تطعيم منهم 39 مركز تطعيم رئيسي مستخدمات حاليا لدينا قدرة على إعطاء المطعوم لحوالي 20 ألف شخص يوميا عدد اللي أخذوا الجرعة الأولى من المطعوم حتى الآن 107.615 شخص عدد اللي أخذوا الجرعة الثانية يعني اللي أخذوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية 40.281 شخص هناك نسبة لا بأس بها من الناس اللي قاعد يروح لهم مسج أو رسالة أو اتصال هاتفين مشان يجي يأخذوا المطعوم يعني ما بحضروا لها مراكز التطعيم وبالتالي ما قاعدين يأخذوا المطعوم نسبتهم إجماليا حوالي 25% اللي ما بحضروا لأخذ المطعوم على سبيل المثال اليوم عنا بعثنا رسائل 13.500 شخص مشان يأخذوا المطعوم اللي أجي وأخذوا المطعوم فعلا 9.200 شخص معظمهم من الكوادر الطبية أو كلهم من الكوادر الطبية والأعمارهم فوق 60 سنة لكن المعظم منهم الناس اللي فوق الـ 60 عام عدد الجرعات المستهلكة حتى الآن التي أعطيت سواء جرعة أولى أو جرعة ثانية 114.888 جرعة مطعوم من نوعين فيزر وسينوفار المتوفر عنا حاليا لإعطاء المطعوم 11.628 جرعة من فيزر 3068 جرعة من سينوفارم أخذين بين الاعتبار أنه تم الاحتفاظ بالجرعة الثانية للجميع الناس اللي أخذوا الجرعة الأولى عدد اللي تلقوا المطعوم من تجاوزت أعمارهم الـ 60 عام 59.340 شخص واللي أخذوا الجرعة الثانية 25.133 شخص مثل ما بتعرفوا جميعا الجائحة هذه حصدت 4727 من الأرواح الأردنيين 85% من الناس هم من الناس اللي أعمارهم فوق الـ 55 عام يعني هذا بعطيك فكرة ليش الأولوية عندنا اللي هي فوق الـ 60 سنين وإن شاء الله قريبا رح ننزل لأعمارهم بالـ 50ات للأسف الشديد كثير من الشائعات دارت حول المطعوم يتدولها ناس لا يعني لا يتدولوها على أساس علمي برسوا رسائل لهم عبثا إلى أشخاص في ناس من اللي قضوا في هذه الجائحة يمكن لو أخذ المطعوم طبعا قضاء الله وقدره لكن يعني المطعوم ناس هذه كلها ما أخذت المطعوم وبالتالي ما توفى أي شخص أخذ المطعوم بالعكس اللي توفوا كلهم ما أخذ المطعوم وبالتالي لو أنه كانت عندهم فرصة ممكن تكون هناك فرصة للحياة وقضاء الله وقدره طبعا سابق كل شيء الشائعات هذه هي بمثابة من وجهة نظر الشخصية هي بمثابة يعني القتل الخطأ أنت بتود له واحد مسج بتقنع أنه ما يأخذ المطعوم ما بأخذ المطعوم بتوفى اللي بتأثروا عليه أولاده اللي بفقدوه تأثر عليها إذا كانت أم بتأثروا الأولاد على أمهم وبالتالي يعني أنت بالنسبة لك بالنهاية بتقول الله يرحمه فما عندك أي شيء تأثر أيه ويعني كما يقال ليست النائحة الثكلة كالمستاجر يعني هذه أرجو تكون رسالة وارحة للجميع أنه إذا ما عندك شيء علمي تكتبه فيفضل أنك ما تكتب شيء ولا ترسل شيء بجيك عبثا من شخص أصلا هو أيضا جابها بدون أساس علمي نستمع للأطباء نستمع للناس ذوي الإختصاص اللي بدرسوا على الفيروس وبقروا شو قاعد ينشر حول الفيروس حول المطاعم حول العالم وبالتالي يعني يجب أن نخرج من دارة الشك حول المطعوم ونبدأ بحث أنفسنا وحث ذوينا على أخذ المطعوم بالنسبة لآلية الدور إحنا عندنا الأولوية زي ما قلنا لعماره فوق 60 عام أو الأطباء لتعاملوا مباشرة مع فيروس كورونا بالأمس كان في يوم مفتوح للأطباء بدون ما تسجل بمستشفيات الميدانية والمستشفيات التعامل مع فيروس كورونا تسجل مباشرة في اللحظة وتأخذ المطعوم وإن شاء الله سيكون هناك أيام قادمة تكون مفتوحة للأطباء والأطباء بشكل رئيسي مهمين جدا من الصعب أن تستبدل طبيب مختص في التعامل مع هذه الحالات بسهولة يعني هو كلف من الوقت والجهد والمال الكثير على الدولة وعلى أهله وبالتالي يعني الحفاظ على حياته وهي يعني أعتقد يجب أن تكون مهمة كل الأردني في عنا نحن طبعا رح ننزل كمان شوية بالعمر يعني لن ننتظر يعني كل شخص ما سجل لما سجل في ناس قاعد تنتظر دورها في ناس مريضة في ناس عندها أمراض يعني صعبة وبالتالي يعني تنتظر دورها ولذلك لسبوع القادم إن شاء الله رح نرسل رسالة لأي شخص تخلف من العمر فوق الستين سنة مشان يجي ويأخذ المطعوم وإذا ما يجي وأخذ المطعوم فهي تعتبر هي فرصة النهائية لأنه يرجع يسجل على الدور وصف على الدور يمكن يجي دوره بعد أبو 18 و19 سنة ويمكن يصير دور قبليه 500 ألف و600 ألف وبالتالي يعني لسبوع القادم إحنا يعني نرجو من أي شخص عمره فوق الستين سنة تجي رسالة أنه يتوجه إلى مراكز التطعيم ويأخذ المطعوم أنا بكتفي بهذا القدر